ايه حكم كلمة ايه سيفن ايه سمعت الناس ان هي بتقول يعني ان هي مش حرام لان دي كلمة اعتراضية عادية فمفيش اي مشكلة اللي احنا نقولها طبعا كلمة ايه سيفن ايه محرمة ايوة حرام لان هي مستقبحة عرفا الدليل على ذلك انك ما تقدرش تقولها في مسجد مثلا يعني لو حصل نقاش بينك وبنحد في مسجد لا يمكن تقولها وانت مش هتقدر تقولها في مكان عملك او في مدرسة للطلبة مثلا فهي كلمة مستقبحة عرفا وكل ما كان مستقبح عرفا ان لم يرد به نص في القرآن او في السنة يصير محرما واحنا قلنا الكلام ده قبل كده ناس كتير ممكن تكون مش فاهمة لما يكون في حاجة ملهاش حكم في القرآن وملهاش حكم في السنة في الشرع العلماء بيرجعوا للعرف وده لي دليل في القرآن ربنا عز وجل قال خذ العفو ومر بالعرف واعرض عن الجاهلين ربنا عز وجل مثلا قال وعاشرهن بالمعروف قال نعاشر الازواج بالمعروف ايه هو المعروف؟ ملهوش تفاصيل محددة ومعينة في القرآن والسنة لكن نرجع للمعروف قد نمراتي مصروف ايه؟ نرجع لمعروف الناس نجيب اكل ايه ولبس ايه؟ نرجع لمعروف الناس عشان كده لو في حاجة مستقبحة عرفا وملهاش دليل من القرآن والسنة نرجع للعرف ونحكم بتحرمها فقهاء اجمعوا على قاعدة فقهية بتقول العادة محكمة يعني عرف الناس وعادة الناس محكم ويحكم بينهم اذا فقدنا النص من القرآن او من السنة في النهاية والخلاصة ان كلمة ايه سيفن ايه كلمة مستقبحة وعلى ذلك فهي محرمة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته